السلام عليكم ومرحبا بكم معايير القناة كانت مننا ان شاء الله تكونوا صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما تشاهدوا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولا اعجبكم لا تنسوا الشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد الاجداد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم على المشاهدة وعلى التعليق الزوانة اللي كتخلوا لي بسم الله انا عندي هنا اربع الكؤوس ديال الدقيق اللي سوف نبدأ معهم هم الأولين سوف نبدأ العجينة كنزيل الكاس الثالث والكاس الرابع هنا مدرش الفينو لان هذا الدقيق هذا الدقيق الفورس اللي تكون حرش كنزيل شوية الملحة واحد نسمع القادية الخل فقط صافي وكنزيل الجنة كنزيل هنا كاس ديال ديال الماء اللي تكون شوية أفهم ما تكون سخون بزاف كنزيل كاس وغادي نشوف هنا ايش حال غادي خصني وعنده باش غادي نسيت الماء او كنحبس يعني كنزيل كاس هنا ديال الكاس الول ودرت الكاس الثاني ذات من نص دياله نغادي نوريكم النص اللي بقى صافي جمعت هنا بعد مد الكاس في العجانة قدروا هكا نعجنوها في الدينة او كنعجنوها في العجانة صافي غادي نديلي واحدة بلاستيكة كنديرف واحدة بلاستيكة هنا رمض الكتاش بزاف ما فتش فيها واحد ثلاثة دقيق ولا اربعة دقيق صافي وسكت عليها هكا الماكينة وغادي نحطها على الجن انا غادي نقطعها ونحطها على الجن ما انتم ما شفتو معايا الكاس الثاني ما حبقى فيه جبت هنا ربعات الحبيبات ديال البصلة اللي غادي نقطعهم هكا شرائح كنقطعهم رقاق باش كتتتحمر باش مني كنطيبوها كتكون حمرة وكتطيب ضغية ما كتتحطنناش كنستمرو عليها بحلقة كنقطعوها رقيقة والبصلة هنا اللي متوفرة عندنا تكون عندنا الحمرة او تكون عندنا البيضة اللي متوفرة كنديروها انا ما بقيتش ادي البصلة بقوا عندي الحبيبات هم من اللي درت عندي ثلاثة الحبيبات هكا بيضين وعندي حبة حمرة لان مني تقديها كالبصلة كانت تقديها كانت تقدمها الحمرة ومن البيضة كانت تعملهم بجوج يعني البيضة كنديرها بحلقة في الصلاطات ما كانت تجيش مجاهدة بزاف والحمرة كانت دائماً كنديرها في الاكلات بحلقة اللي كيطيبوا لان نرى صحية صافي كانت قطعوها هكا حتى كانت نكملهم كاملين هنا ربصلة كانت تبدأ شوية تخسر من الداخل كانت حيضوك الشوائب اللي تكونوا هكا في الداخل ديالها صافي بعد ما قطعناها كاملة كندير شوية زيت البلدية وحج جمعة لقلي زيت الزيتون وكندير شوية زيت نباتية كندير هنا الملحة متن قوش الملحة وحضر الشخفيفة صافي كنديرك تشحر فق البوطة ونرجع للعجينة ونجعلها تشحر على عفية اللي كتكون شوية مهيلة باش ما تتشوّر شدينة بصلاك الطيب على خطرها بعد ما رجعنا للعجينة كندير حالك نقطعها ونضعها هنا على ثمانية الكوائرات عفوا لا بغيتوا تديروها صغر كنديروها صغر او كنديروها كبر ثم العجينة كنديروها طائعة لا تديروها بالسف القوام هو هذا ونضعها على شكل كوائرات ونضعها على جنب سوف ينصر الحب حالك بعد ما ننسى شوية الزيت باش ما تديرش لنا القشرة من فوق نضعها فوق احد الخشبة هكا وغضي نغطيها بواحد الكيس بلاستيكي سوفيه غضي نرجعوا للبصلة تشوفوها وشف داس كالطيب وكندون شحروا وهكا نحركوها بواحد سوف نغطيها نخليوها كالطيب واحد عشر دقيقه هي كالطيب حتى تبدأ بحلقه كتبالينك كيتدهب اللون ديالها سوف نضعها حتى تطبع خاطرها ثم سوف تشوفو القوام كيف يشغل هذا هو القوام ديالها بحلها كتكون طابت سوف نجيب هنا واحد الهاشور نضع عندي زيتون كحل عندي واحد مئة قرام الزيتون اللي ما فيش لضم كنغسله مزيان وعندي قصفر المعدنوس وغدي نعطيكم فكرة ديال الزيتون بحلها كيكون مالح غدي بحلها كتديروا الماطيب غليان وكتكبوه عليه وكتخليوه واحد العشرة دقيق حتى يدمنوا ديك الملحة وتعودوا تشلهه بالمبارد صافي وكتخليوه برد هنا درسوا حد الفصيص ديالتومة ديت البابريكا او تحميرا مع القاونس درس شوية ديالس كجبير شوية ديالكمون وغدي نطحن هنا شوية زيت البلدية او زيت السيتون وحد ججمعار قدي زيت السيتون صافي وكن نطحن هاد هاد الزيتون كنطحنه بزيان ثم شفتوا معايير الزيتون بقاها كقليل علشان كنا مدرناش الملحة بزيان لانك يكون زيتون مالح او كنقدرون نشحروا ديك البصيلة بلا ملح الزيتون مالح صافي ما كنطيبوه موالو كنخلطوه مع هاد البصيلة وكنخلطوه مزيان كنهرسوه بحالكة بالمغرفة صافيو كنحطا على الجن سنخلطوه حتى تبرد تماما باش مطرخش لنا العجينة وكنبدو كنبسطو العجينة بحال هكا على شكل منسي منات كنصرحوه مزيان حتى كتبالينا هكا طاولة العمل كنصرحوها مزيان باش كي يجينا ديك القرماشة وهنا را مدردش اللي زبدة لدقيق كندير زيت فقط كنصرح هكا العجينة كنصرح هكا العجينة كندير زيت سفق كنديروا عجل يزيت كنديروا شرعين كنديروا في المعرفة الزيت الزيت البلدية و الزيت النباتية لا يفتعل كنديروا شرعين كنديروا شرعين في المسي مناتها وبنزعل الجن ساعدا سوف نضعها في واحد اللقش ببحل هكا ونجعلها ترتاح سوف نبسط الثانية نبسط معكم هكا الثانية سوف نسرح المسمنة نقوم بزيت كيف ما قلت لكم رانتومها على حسب نقوم بزيت البلدية هرى كيف مبسطة خلطها نضعها مبسطة ونضعها بزيت البلدية ونضعها لكم نضعها لذيما نسرح المسمنة نقوم بزيت البلدية نقوم بإضافة تتبيلات على ثمانية المسمنات نقوم بإضافة نصف الفرماجة أو الجبن أو المتزاري حسب المتوفير نقوم بإضافة ثانية ونقرص على الجوانب لا تقرص على الوسط لكي لا تحفر لنا حشوة تخرج من المسمن نقوم بإضافة نصف الفرماجة ونعمر ونصد مزيان ونصد علىها لم تحل الموال حتى نكمل الكمية اللي عندنا نقوم بإضافة أو في واحد الغلاقة هكا دي القرعة إلا لدينا شيء غلاقة هكا عريضة نصده علىها مزيان وضغطه علىها مزيان لكي تسد سوف نجيب اللاطة اللي كدخل فران فران دينا كيسخن على مئة واربعين درجة يعني كنديروه على واحد درجة اللي كتكون عالية باش ما يسكرش ويهبط هكا راه يلدرتوه على درجة عالية راه كيتطلع كيتنفخ بحالي لدينا فيه الخميرة ثم هاتشوفوا معايا كنسرحهم بحال هكا كنجيبوا حد الصفار دي البيضاء كندير على شوية الخل ونخلطها مزيان وكندهن لوجه دي اللي نسمينات هدي كتبقى اختيارية مغينش نديروها راه كندهنو شوية الزيت أو شوية الزبدة وكندهنوها بالزيت كنزيان كنزيان بحال هكا انا عندي جنجلان بيض وعندي الحب السوداء كنزيان وحدة وحدة الله كنزيان وحدة الله كندخلها الفران على درجة الحرارة ميتين واربعين درجة وكندخلها هنا رخدت معي 25 دقيقة وره طابو بحال هكا بحال كيبانو لك هكا شوفي القرماشة ما شاء الله شوفي شوفي القرماشة كيف اجت وكتجعها مرة هكا من الداخل وكتجعها مرة هكا من داخل انا عنديهنوها فرانهنوها ولكن معلش مرة أخرى ندينوها كم تسعين لأنها تبارك الله هرا مدرنةش فيها خبيرة ولكان راه اطلعو وكيجو من أروع ما يكون كيجو البداد وحالكة غادي نقطع معاكم محدة شوفوا القرماشة غادي تشوفوا القوام ديلا كيف اجتر وكتجي عمر هكا من الداخل وما تنسوش ليات عليك ما تنسوش لايك وكنقول لكم الصحة وراحة والسلام عليكم ورحمة الله